اشتركوا في القناة واهميتها وما لها وما عليها وسنستضيف لإثراء هذا الغرض السيد سيدي حمو الملايد ريس رئيس المصلحة الإدارية والمالية لبلدية تفرق زينة مرحبا بكم معنا إذن مشاهدنا سابق ندخل في الموضوع وهي نبقى ومع تقرير تمهيدي ونرجع لكم صباحة كل يوم يبدأ هؤلاء مشورهم اليومي مع الإجراءات الإدارية لتسوية الملفات العالقة أو الجديدة وأمام تزايد الحرص على إلاء وظيفة الاستقبال بالمصالح العمومية لهمية التي تستحقها لما لها من تأثير على صورة الإدارة وانعكاس مباشر على نزاعة أدائها وإسهامها في تحقيق مناخ الثقة وإرضاء المراجعين تم تفعيل مراكز الاستقبال في المؤسسات العمومية من أجل تقريب الخدمات لدارية من المواطن بشكل يسمح بانسيابية وسلاسة المعاملات نختار نقول أي وزارة أي إدارة يلا تعد عندها لجنة تستقبل المواطن إياك تفصلوا أيدي في المسائل اللي يدور إلا عايي دور الوزير يشبرو وإلا عايي دور المدير يشبرو ولا تعود الإدارة قاعد لأن الناس كاملة حاصرة فيها تعد تهدف هذه المراكز للارتقاء بخدمات الاستقبال المقدمة للمواطن إلى مستوى نفط ويرضائه والتحسين من فاعلية العمل الإداري والمحافظة على نظام والسير العمل يعتمد سير العمل اليومي في الإدارة والمرافق على مساركة كل الأطراب وهي ضرورة يمليها الوقع السريع للحياة اليومية التي تتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه لتحسين زودة الخدمات والقيام بالمهام على أكمل وزر موسيقى 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 إذن مرحبا بكم معنا من جديد الأستاذ ديحام مرحبا بكم معنا في البداية طبعا هذا كان تقرير تمهيدي عن الموضوع اللي هو موضوع خدمة الاستقبال ترى ماذا نعني بهذه الخدمة تحديدا خدمة الاستقبال شكرا رب يصرح لصدرية السرية مرية واحدة ضغبة النسانية فقهو قلي شكرا رب يصرح لصدرية أشكر التلفزاء للاستقبال ما وعدها ما يعرفها لا بد من أجل يعرف الواعد شنهو ووقت اللي يجير فيها كم ويتمكن من من أداء مهمته في ظروفة جيدة معنا لدي استقبال مهم في حد ذاته في المؤسسة من راسها وفي الوزارة في البلجيات كمرفق أمومي مهمة للمؤسسة من راسها ومهمة للمواطن في نفس الوقت إذن هو خدمة للمواطن هل يعتبر أيضا يعني كانوا يعتبر واجهة للمؤسسة هو طبعا خدمتها للمؤسسات طبعا طبعا واجهة للمؤسسة بإذن يالت هذيات أوج مصلحة مصالح مؤسسة من راسها لكنها نجيها تمكن المؤسسة منها تؤدي واجبها تجاه المواطن بصيفها ما يخلق فيها تراكم في المؤسسة وكيف تنقول بليد ممر تحصر فيه الناس عندما تحصر فيه يلو أدهم حد يوجه الناس الوقت اللي جات يوعين عدد صيابية مثلا ومثلا أقبال أدهم حد يوجه الناس للدور لابدهم نحج ويستقبل الخلق كل هذي يسولوا لدور شنهم وكان وقاء لدي دور كان وعندهم هم والله ما وعندهم هم والله وعاد فهم في نفس المؤسسة يعني من يعني أي مصلحة والله أي مصلحة والله لابدهم من التاقة الفوليانية والفولانية يوجهوا بالأجلة فإذا كنت يقدر مهمته بالأجلة وينطلص وخلي البيض لحد أخر هذا من أهميته للمؤسسة وكما تتكامل الناس فهمت الجابر وتتعاصرهم وكلا يقعد مقيم لأيات وانا ما انطلصت وانا المدادة هنا وجيت من الصباح كيف يقولون دائما لكن ما وصل لها والمواطن الراصل يقل أن يقعد شي تلحقيه مواطنه هذا بتاقة بسيطة يقدر يعدلها لكل وقت يعني أجبار حد يوجهوا يعدلها بالأجلة بسرعة وينطلص على الملاخة بدأ من يقعد ما أجبار حد يعجه ويتم فهمت يحصرهم رنق قدامه ودقاها مهمة ومعي بديك الديد هذا ما أمونترا كان قدونا حكمه على مؤسسة ما عن طريق بما أننا قلنا أنه واجهة للمؤسسات كان قدونا حكمه على مؤسسة عن طريق استقبالها إذا شفنا ماذا استقبالها رادي والخدمة فيهما حتى حتى تقولنا حكمه هو قدونا واجه للمؤسسة من رأسها أساسا لانتخشيها لا كيف تقوله مطار عاصمة لانتخشي تشوف المطار قد تصوري العاصمة شكفتها هو نفس الشيء لانتجي بري استقبال موجود قدامك يتلقى لك ويفرح لك وذا هو الذي لا يتصوري عنه يعرفه كامل هذا مهم بالمؤسسة معنا لانتجي وراه شيء جيء ليعود مباشرة لانتجي بري حد مكشار فيك لقدر الله اللي يرد لك ما هو بالمتمكن منه لكن اللي يعطي ناظراء عن المؤسسة من رأسها منها ذا الواعد معناها هلو اللي اللي يوعد قد يؤدقاء ما يعرفو والله ما متمكنين حتى من أداء مهمتهم عكس لانتجي بري نطيك بأداء سبيل المزال في بلاجي التغرقزين أي تجيبري استقبال قدامك قدامك أولا حدم الأمن ومفهم أهمدك تتكينا بالواق كانوا نستغرب المواطني كامي فيما العمن يرى من المنواطنين الضرب أولا وما تشجينا وما بلدية والأمر تغيير fines نست eating ورفض ما لك نشهد يعني معنا يوميا لأسيما هذا الزمان دركت الناس تجدد التواقع بطاقات الحياة والسكن ومن أصباح تجبر ياسم الخلق يبدو أن يجبروا أحد يوجههم لأنه أهمية المؤسسة يعطي وجهة نظر عن المؤسسة من راسحة وفي المقابل الموليين نحن نعرف عن الناس صانعتهم أي واحد أن يجبروا رقاجة لا يجي الاستقبال والذي عنده من شي يصبوا للاستقبال واقع والذي المؤسسة واقعاً وهذا الشيء هون اللي يسولوا عن علاقة هذه الخدمة التي هي خدمة الاستقبال بإرضاء الزبناء شنها يعني بسم الحيلة تتكيف مع افضلتها؟ الاستقبال ملاه يلت تقعد موقن لحد يجي يقعد فيه يلت تقعد فيه لاحد متفتح هو علم في حد ذاته يعطي حد يقعد يعرف كيف نقوله النار هو مرار يعني ملاه لا بد من يقعد متفتح يقعد يفهم الإنسان شهر يقوله شهر مفقع شهر مجنون شهر مضطرب لك كامل يلت يقعد والله اللي ملاه محتك يومياً بجميع المواعد بلد لك كامل يقعد أعطيه بلد شهر يقوله انتك هذا وشهر يقعد يقعد يسوق إليه روية شاكره هو بليش باريامس وماش باريامس معناه ان ملاه يلت يقعد متفتح وأعطي بلد لذاك بأن كل حد يقعد يشيه يعني انه لا يوجد حد يقعد فيه لا يوجد مصالح الأخرى استقبال البلده يتلقى يومياً ليسهم المشاكل وليسهم الخلق لجميع أشكال يعني انه يلت يقعد فيه لاحد لو كوا تاقن مهمته ويعرف الصيف التي قد بها سكت بها ذاك المفقع ويرضى الناس كاملة بصيفها كده يعرف الصيف التي يستقبلوا بها هون مولي إذا لا يحيلنا تسؤال أخر كان القائمين والله الناس اللي تخدم في هذه الخدمة كان ما يلطم يعود عندهم مؤهلات خاصة ويعود ينقام لهم بتكوينات خاصة هذا هو اللي قلت لك بأنه ممكن لحد يجاعد فيه الاستقبال لا يجاعد لحد كيف نقوله متخصص في التعامل الاتصال عنده عنده تقنية اللي كنت نرى التصنات يعرف انه يلطم يتصنات حتى الانسان ينين يعرف ذا لعنده شونه ونين يعرف ذا لعنده شونه يعود انسان مرترح للمسائل ومتس أمام راسو فياكنوا يسمع اللي ينقال له يؤود مالي عنده قدرة يقد يجاوب بها بصيفة يرجاع المواطن مطمئن لانه حتى إذا عاد ما عدلوه لدوار يرجاع هو بعد راضي راضي عن أدوه عنده داده ويوسياه مالي ما هو سياني خالدي من الاستقبال اللي اللي مهم للمؤسسة كيف تنقوله لبناك الاستقبال مهم عندهم بلهم الكليان ما يبرتوهم زبناء يجبرونهم ويرضونهم وعنده مشكال من الاستقبال كيف نقوله يجبر قدام ويجبر في المكاتب كيف نقوله رئيس رئيس قطاع ليس جاي وزبونه كبير ومخلي طارح ياسل من الفضاء عندهم هذا استقباله عنده استقبال خاص بدل من الاستقبال حد اخر مواطن يعني شي من المؤسسات استقبالهم عنده مردودية عليهم هم بدل من شي من المؤسسات لا خدمة المواطن كيف تقوله المرافق الأمومية الأخرى من خدمة المواطنه هم من يقدو واجبهم دورهم وواجبهم صيفة تقود تقنية ذكية صيفة تقود معروفة زينة لا يخلق لا يخلق خلل فمت في شي ما حصرت الناس ولا يطارك هاش كامل ينجبار في المرافق الأمومية كاملة الدائق يجبعد دائما زين إنسان مجد الدائما الراضي اذا رضيتش اليوم الصفحي شي لا يفوش يسهب النيامس وقدرته مهمته واليوم طرده شوي لا يقول أنا من يامس هنا ولو أدى لشي موريتاني فيه مثله فيه أجله دائما هذا معروف به ورأي فيها النظام يعصبا ما هي قادئة لي حتى زين عنده واحد اللي تؤدخل قروايا محكومة عنه الناس الأخرى يقول إنه هو يجي وذمن لو بدينه قلت يأخله فيها لكن دي بيها نظام مريش ما هو من طبيع تقبال حتى كانوا يعودوا إلى أسباب بدوية والله أشي طابع المداوة قاد بقى أنت يطرح من رواية كاملة فيها الشي منظم أشبه هدا هدا يطرسوا كاملي في أسرق وقت بدنا نتقاطع لا المعنى والله كل هدا يعقب على كل مهاج برغاية يعقب كل مهاج برغاية ويخصدها كاملة سيدنا نتلا ونا نخرصوا هون لذي الخدمة عندنا نحنا هون في موريتان بصيفة عامة من ترى من يلاحقين فيها نحنا نعينا نلاحق عن شي من المؤسسات لكن الكبارات ما فيهم نهاية ذي الخدمة من ترى ذلك تابع ذلك وشان هي أضرارهم واللي وشان هي السبل التغير ذلك كيف قلنا قبل المصرحة والراسة والاستقبال يعطيك نبدو عن مؤسسة الداخلة فيها نتقول بعض قال مؤسسة ما عندها استقبال معنى نفهم لا نرش شي فهم قلت النظام نقرأ ذلك المؤسسة الداخلة فيها والله اللي بيزارة والله لكن دائما عند التدخليات تجبر الملكات ما فيهم حد الناس ما هي موجودة عندهم الاستقبال قالش ليه قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك مدركان عدم وجود الاستقبال هو اللي يؤدي للحالة والله العكس للحالة هي الابتقال عن ما تدعو تمامهم عدم وجود الاستقبال يعطيك نظرية أنك تبقى ما فيه مرقاش والله الناس ما مات الجواجبه والله الشيك نبت وهذا ينجبر ينجبر فينا ومن ترى كانوا عالميا خالق والله مؤسسة عودة كبيرة وذولا فيها استقبال ما هو في الآلم الثالثة هي قلت لنجبر فيهم قال الناس الأخرى المتقدمة ما هو ياسر فيها قلت لنجبر قلت لنجبر قال ما هو ياسر فيها يعني عنه مؤسسة ما هو محمود قلت لك ما بيد فيه ما هو محمود أنا بعد موريتان طاهم ولانا بنها شعب معروف بالضيافة وذلك ولكن معاو نفر السؤال على استقبال ما كان فيه تنفذ بعد ما شوين مروه وهمت موجود يقطي إلى ذلك كل الاستقبال اللي تجهره في اسم المؤسسات معناها وما احنا موجود فينا مؤسسات من زاد ومزاد لا بدارهم من إدراج هذه لا بدارهم لا بدارهم لديك يطوع أهمية ذيك المهنة حسنا لا بدارهم إذن زين الله نتوقف قليلا عندنا عندنا فقرة أخبار أدقاء أكيد العليد من علماء النفس أن سميع الناس يمتلكون أسلوب القيادة الفطرية وتبقى تأثيرات البيئة المحيطة والقدرة على تحمل مسؤولية المرحلة هي العوامل التي تحسم صعودهم على سلم القيادة أو بقاءهم في مكانهم وقام علماء النفس بتحديد أربعة أنماط للشخصيات تندرج في دائرة القيادة وقد توجد عند الناس العاديين وهي الشخصية الحالمة الشخصية الإزرائية الشخصية العملية والشخصية الموجهة وتتميز هذه الأنماط فيما بينها بعدة صفات قد تكون بمجملها إيسابية مع وجود محاذير يجب التنبه لها في كل نوع وفيما يلي عرض لهذه الأنماط مع سرح مبسط عنها يساعدك على معرفة أي نمط ينطبع على سخصيتك وماذا يتوجب عليك تصحيحك الشخصية الحالمة يقول العلماء إن الحالمين يمتلكون الأفكار العظيمة الأقرب إلى المثالية لذلك تسعر بالملل والإحباط بسرعة ويجب على من يمتلك هذه الشخصية أن يحاول الاقتباس قليلا من أصحاب الشخصية الإزرائية التي تنظر إلى التفاصيل ولا تكتفي بالفكرة العامة ويتميز الحالمون بكثرة الكلام والرغبة في الحديث ولكن دون أن يعرف ذاخرون ما إذا كان حديثهم نوعا من الثرثرة المستمرة أو هو عبارة عن سلسلة من التعليمات لذلك يقوم الخبراء بتدريب هذه الشخصيات خصوصا إذا كانت في موقع القرار أو الإدارة أثراء الاستماعات على رفع القلم عندما يتم إعطاء التعليمات للإيحاء بالجدية والقصد ووضعه على الطاولة عندما يكون الكلام فقط هدفه تبادل الأفكار ويقول علماء التنمية البشرية أن أفضل وسيلة لعلاج الحالمين هو الإهمال اللطيف حيث توضع فكرتهم في ملف لفترة انتظار معرفة ما إذا كانوا سيذكرونها مرة أخرى فإذا فعلوا ذلك قد يكون من المهم أن تتحول إلى إسراءة وتضع في الفعل صفات الشخص الحالم في كثير من الأحيان تمتلك الكاريزما ولا تبالي كثيرا بولاء فريق العمل تبدأ الأمور ولكنها لا تنهيها ممتلئ بالأفكار التي قد تصل إلى حد المثالية أو الخيال وتتغذى وتحتاج إلى الكثير للتغيير والدخول في المخاطر حتى تثبت وجودها ترتاح للعمل في القضايا التي تعالج على المدى الطويل أو الاستراتيجية تكمن خطورتها حين تصل إلى إتقان إشعال الحرائق أي الدخول في الأعمال الكبيرة دون تحقيق الكثير من الإنجازات ترغب في كثير من الأحيان بتأسيس عمل خاص مستقل بها كسركة أو تزارة تتأرجح في نشاطها بين فترات من الطاقة النارية وبين فتور بهدف إعادة الشحن يصيبها الملل من الدخول في التفاصيل إذن نعودنا إليكم من جديد مشاهدين العزاء لا هنا رجعوا لكم في قضية الاستقبال ومصالح الاستقبال بصفة عامة طبعا المؤسسات إن كانوا يسوى عمومية ويسوى خصوصية يالتها تعود تتميز في هذه القضية من ترى أولوية هذا أو أهمية مكاتب الاستقبال لأنها تعود أكثر عند بعض المؤسسات مثلا عندنا بعض المرافق الحاويوية كيف المستشفيات وكيفة مكاتب مثلا بلد اللي يعادلوا فيه التواقط وذلك من ترى بعض ذلك ذي الخدمة ذوك لمؤسسات يالله تعود شنبتها كان هنا ترقى للمستوى يالله كانت تعود به والله ذاك رأى شكرية شفتش في المرافق الأممية ياسم المصالح اقبال ما تنطل لك الأهمية اللي استحق بينما فهم رقابك ذلك هي جل مصالح كافة لأحرار مصلح هذا مصلح الاستقبال غير بعض ما معنى عابل فهمت قليل بليدي مرفق أمومي يتخشيه ديه الناس ياسره ما يتبرط فيه محل يكوه قدامك مكتب عليه استقبال ومع ذاك دايما لاحظة يعود وقع الناس اللي جاية مرتادة يمنبس ليتو سنور وتمعتنه هذا صاحبه منين يعوده كان يتشينه والله يقول لك خاضي قبيل والله مشوف بوز والله مشترك ذاك مريضة استقبال اللي ده يعطي نظيفه ملهاد فيه وقعد معدل حالته واني عراهم ليستقبال الناس وقعد نظيفه ومرافقه ولباسه ومعروف له شيء وفي بريدة مهمة فيها مقاعد لابدان لا شاء فتران على سبيل المثال لابدان لا شاء مريض فتران لابدان أحد الشيخ هو ما وقد يوقف وقعد عنده مقاعد موجدة وقعد عنده مميه لابدان لا شاء حده شان يطيه يسرب وقعد هو عنده القدرة اللي قد يتلقى لهم بيها ويجاوبهم ويفجيهم بذلك اللي يدوروا ويوجههم لك الوقت وقعد معدل مرفوغ دائما بواحدان آخرين لكنهم يقولوا يحركوا معاك الشخص وهو له يتنذم لكنه يستقبل لآخرين ويقعد عنده تناوبهم والمعاش تعد نفسية الإنسان لابدان من نوعات وطنية مهمة لابدان من نوعات يعرفوها وكيف قلتك بلاي ده محترم بلاي ده محترم أولا مريحة مريحة يا من رأسها ومعرفه لأشي ما هو لده طابلة مزروجة فيها واحد يقول لك فيك مشي هوك والله مشي ذاه والله فلانا راوه هوك والله ما نعرف كان هو والله خالد لك ما شفته ذلك ما هو وصلا هو يقول إنسان مكوّن فإياك أنه يجاوب عن جميع المصالح لبراه لفقفاه الذي يتخطى شعرها المواطن هذا لا بد منه يعني أنه لا بد منه إنسان مكوّن كيف نحن كيف قلتك بأي سبيل المثال نوّفه بلاي ده رحزينا حتى اليوم أصبح اليوم اتصل به رجاج بأنه جاء يطرح براه ولا يجبار حد هو عبارة عن الكاتبة خاصة شوية عندها مهمة وقابرها لدن ولكن الوقت خاصة فيه وتأقبوا معها سابقا دار حد بلدها والله نمر لدت بلدها بأنه شطنة شوية بس سيطاح ولا يجبارها ومشي وتصل به لك الوقت وقام بالتأكد ولكن الوقت وقام بالتأكد وقام بالتأكد معي طبيعتنا بزين معنى أنها حالة عاد طبرة ما هي طبيعتنا بأنه يتعود وقام بالتأكد بأنه يطلب لأنه يجي يطلس ساكد وقت وذين مرة أصبح أصبح دقيقة واحدة زين بيا ما نطلس فيها بدأ من لو كان جاب رفو واحدة من المؤسسات المات عادة بلدت هذا عندي مو كيف تأكد وحن نطرح كاملة الملاهي يجاوب ينوب عن الناس كاملة يعني واجهة المؤسسة بصفة عامل واجهة المؤسسة من رأسهم ويطل المكبون إذن زين هنا فتح المجال للإخوة اللي على صفحتنا متابعي صفحتنا على الفيسبوك لعدوا عندهم تعليقات تخص الموضوع إذن نفتح صفحة الفيسبوك عندنا عندنا عبدالله ملعينين قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساءكم سعيد وشكرا على ما تقدموه للمواطنين كافة وخاصة نحن المقتربين لكن عندي ملاحظة عليكم عندي ملاحظة وهي عدم قراءة التعليق وذلك يدفعنا إلى عدم إرسالها مرة أخرى وثانية أنكم كنتم ترون مناظر جميلة من الوطن ففقدناها أو افتقدناها في الفترة الأخيرة فنحن نريد إعادتها من فضلكم وشكرا والسلام عليكم إذن شكرا جزيلا لك وإن شاء الله بالنسبة للتعاليق طبعا نهارنا ما قريناهم ولا معنا ما جبرنا لهم وقت نحن تعليقنا تعليقنا على موضوعكم هذا يتأقد ما يجبر الجواب ويجي واحد ما يجبر الجواب وجه الثاني وجه الثالث ويجبر عنها المصالح عنها أحيانا تعود تعقد وتعيق من سيابية العمل وهي ويا ذاك ما يطيع ودارها 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 يجب جدنا قبل تسهيل 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 مهام المرتدي للمعاكن ودارها عندنا محمد موريتاني قال السلام عليكم ورحمة الله أنا مع علي صادقة فنحن في الغرب وتلفز تجيب المناظر زيناء إن شاء الله وتلفز لا ما زال تجيب المناظر لا هركم منكم ما تيطيق ما تيطيقوها حتى مناظر الخريفة الماضية لا يأخذوا ما زالوا في التلفز ونحن نولي برنامجنا دولتا منحاول إن شاء الله نأخذوهم إلى قدين عندنا آمنات تومت المختار قال التحياتي لكم ولضيوفكم الكرام لا شك أن خدمات الإدارة أصبحت أفضل مما كانت عليه في السابق لكن هذا لا يعني أنها أصبحت في متناول جميع ما زال ينقصه اهتمام خاص وعناية بالشرائح الهشة مثل كبار السن إدارة خاصة بالأشخاص المعاقين لكن هذا لا يكف لا يحد من دور الإدارات الأخرى والسؤال المطروح هل الإدارات الأخرى تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الأشخاص المعاقين وشكرا شكرا لك يا مناثمت المختار إذن منترا ذو الحالات كان مصالح الاستقبال كانت تقبضهم بعين الاعتبار لهم ذو الحالات الخاصة اعتباض وعين الاعتبار أنا حتى أنا نتكلم لك أخبار أنا أقبال حتى في برجيتي هم قلت نعم تقابضينها كميذال كميذال شي بينها قلت قد ميذال بينها هي يومياً مهم شو نتعلقين بها ياسر من الأصلات ناس كيف نقوله في الأصمة من الناس تقض كاملة من ضواحي المجينة لكنها تجمعها مهم في مرسك الفيتر والله في الناس كاملة تقض في النهار لكن أيوه جاء برجية تفرق زينة قرية منها من مكاتب كانوا من مرافق الأممية كاملة لدي واعد الكيس، لدي واعد الوزارة، لدي واعد الطب اللي عنده مريض فكامل إن قادوا يمشي يجيب بتاقتنا عند البلدية غربوا شي خارق لها البلدية إن قادوا شي البنك يقولوا يجيب بطاقت سكن عند البلدية خارق لها برجية تفرق زينة فعنان خالي قلت له موجود في النهار ياسر فيه يشتخل برجية تفرق زينة وفيما يخص هؤلاء الأشخاص المعاقين حتى لدينا هذا الشيخ يعني حد ما يجد الحق يتقدم شرب البنين اللي يوقعه والله شي نقدمها له والله نخوشور نخوشور البطاقة اللي هي شربة نستفهم بأن إنسان جاينا عنه والله والله قريبه يقولون بأن هذا الشيخ والله وإلا الله شعر نبنين فيه نبشي شور وحد يتأكد منه موجود إذا عدت تاقت جاينا عند الطب إنه إنسان فقير وإذا شير يتعد له عملية لتقبول بلدية صورتهم أهرقاج من المسرحة المعنية بشكل مستشفى اللي يتأكد منه إنه سريل وإذا يجي عدد له تاقت وعدد له محضر من هذا الإنسان بأنه لمريض وفقير ويجد يلطي يساعده الشيء عدد له تاقته باكل وقت هذا من الإناية اللي نطول للناس ذات الاحتياجات الخاصة إذا زينا نواصل مع التعليق عندنا بزيد يعقوب قال باختصار شديد إذا كانت لديك معرفة سابقة بأحدهم في أي إدارة فإنك لن تحتاج إلى المرور بمصالح الاستقبال أما إن لم تكن تعرف أحدا فيها فسوف تستقبلك سيدة مشغولة بهاتفها أو بالواتساب إذن هذي مولي حالات بزيد المحرم؟ هذا حالات يجدون نباد محرمات عندنا نباد محرمات عندنا عندنا رقابة عند الأممات ومعهما رئيسهم رئيس من الصرحة الاستقبال وموجود معهم إنسان كبير وقطعات صندري على سبيل المزال ومنها السكريتي الأمن وذي معهم محرمات لهم يشغلوا عنهم واطنة سبحان الله هي الحالة التي قاد الأخ يقطع عنها ياسر تشعر أنك لا لقد سويتوا به اللي شغلتوا عن رواية يخرصك هو يتكلم يخرص مهام والمرأة تتسول عنه مهام يتسوله ويتهي كان جاهز كان ما خاص شي هو يعد واقفه داقة بسيطة والله كالشي يتندد كذلك يتعود واحدة والله يتعود وقع شاد دين خبار رواية خرار هذا الشر بس هوقا عنه أولاد كلهم يتعود أدنهم شي خاص وبس هولاد لو يجاوبهم اللي لا يصدوا لي والله أقولوا ما يخرصه لا يتواسع لا يتواسع إنسان يوزي أبسط شي لا يتعود يفرح برقاج وخارس يسوى ما يعدد المهيط يسوى ما يعدده خارق بعد أخلاق لتقلقيها الإنسان كافيته دا يرجع راضي هو من راسه يسوى ما يعدده يسوى ما يعدده شيء ويسوى ما يجبع ليسوى ما يعدده يسوى ما أي شيء يقال باعي يجبع راضي ويجبع راضي ويجبع مدى تبارك الله وذي نحن موليقع كدولة مسلمة من أخلاقيات المسلمة من أخلاقيات المسلمة ومعرضة به وذي يحيلنا لقبيل كنا نقول لقبيل عن أهمية التكوينات في ذا المجال مدى ركال ما يجب يدرج التكوين في مجال استقبال لدى بعض المراكز اللي تهتب طبعا يأتبار من هو لا لا كيف هاي المحاسبة التعدل وكيف السكرترياء الاستقبال مسلمة مهمة كيف تنقولوا احنا خالق ياسم الشيات هنا عندنا ما يطمنون نحن فيهم كيف تنقال حد متخصص في الفندقة الفندقة والله الضياف والله شي نقال هذا حد مش يقرار أمامه والله الموسيقى هذا حد فرق شكله نقضى 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 يقضى أحنا يرجع أنك وزني لكن لما مهلا على الأكس على حد مختص في الفندقة هو استادة يوقف تكلمك عن همية الفندقة هذا استادة الدكتور يتكلم عنها هذا عالم وفن ورواية كبيرة ومتقضى المهندس اللي مجال البناء والله شي غير هو ابنه هم ذاكقة رواية شخصيته هو قبال بهيش يعني عند التكوين يلطوي يندمج في المدارس من البداية من البداية من البداية ومفهم يقضى المراكز مالي ويقبلوه بين اعتباره ويدمجوه مالي برامجهم يتكوين حد متخصص الله في الاستقبال يتفض طائرة مع ان الطائرة في هذا الاستقبال وعدلو ويتلقاه المسافرين ويقعدوهم ويقالهم للي أعزوه يقومهم ويقعد المسافرين دور شيء يجوه يرحكوه هذا نفس الشيء كل ما كان تمالي نفس الشيء يقعد تحد يقعد يتلقاه وموجود موجودهم لكنه يجاوبهم ويفصل لهم يجيهم وموجودهم هذا هي رواية مهمة من دراء حد طلبكم تعطوا توجيهات معينة خلال نقاط محددة للناس اللي في ذا المجال شن هي أبرز الأشياء اللي قلتهم يعودوا يتمتعوا بيها طبعا في التوقع قلتوا منهم شي كيل بشاشة في وجه الزمون يد المؤسسات كان للمراهو كان لأممية يؤد عندهم مصلحة خاصة بالاستقبال أولاو يقضونها بروس وصبع يعطونها أهمية ويجوروا فيها لا أحد متكبن لا أحد يجاوب وعنده قدرة يجاوب لأنها مصلحة مهمة تعطي وجهة نظر عن ذا اللي داخل المؤسسة هو بشن هي وجه للمؤسسة هي من رأسها يعطيها معروف للشي بلايدة زينة معدلا مكاتب زيني والناس اللي فيها والناس متكونة ما هو كل حد يقعد فيها أراه أسطاني هو تحدي تخطأ يصبح حقا تحقيق تهم أنا أغلبنا أن الشخص المالي اللي نتعرف ذي المسؤولية عنه عاد أمام مسؤولية كبيرة وهو يعطي كي قدته هو متحم وجه الناس كاملة اللي في المؤسسة هو هو اللي يمثلها كاملة ونفس الوقت هو يمثل رأسهم هكذا عامر ماشي راضي عنك في أداءك ذاك ولا يحسب لك تقع حكم ولي خارج مؤسسة لاني نجيل مدير ووزير 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 يقول ماشاء الله ولي جاء برتمعك الصبح وانا نها المصحة في الام بادية والعودانا قد نقرد نعبد انعلي نعدك وانا نفس الشيء وانا قدت الا PERيقية ما يعني أراك تعلمنا رواية مهمة هو نحن نهدها احنا لا تكتب الينا موريتاني هنا الشعب المسلم والحمد لله ومعروف كرام ولتلك لم نعطي نوفق بالتعاليق دايما مشاهدين أشائقين على ما نقرأه عندنا الحضرامي مصباح قال تحياتي لكم وإلى كل الضيوف فيما يخص الموضوع مهم جدا وتجيب مراعاته من كل النواحي شكرا جزيلا لك عندنا عبدالله رمضان قال التحية مسائية عطرة بالطبع يوجد تحسن لا بأس به ولكننا ما زلنا نطمح إلى المزيد من التحسن والسرعة في ديناميكية العمل إن شاء الله عندنا إبراهيم الجكني قال السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا شكرا جزيلا لك وحياك الله عندنا خليفة ولد السباعي قال السلام عليكم أساءكم سعيد وشكرا لكم على تقديم البرنامج المميز وتحياتي أخوكم الخليفة من ساحل العاج جيدا تحية لك ولجميع المقيمين خارج الوطن عندنا عالي محمد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شكرا لكم على التقديم المميز بالنسبة للموضوع هو في غاية الأهمية وللأسف مصالح الاستقبال المفقودة في بلدنا وذلك يرجع إلى أن كل واحد تحمل مسؤولية يظن عنه صبح فوق المواطن بألف درجة ولا يجابونهم بتنشيفة مكدرة وشكرا لضيوبكم الكرام إذن عندنا محمد موريتاني قال شكرا لكم على التقديم شكرا جزيلا لك إذن تعقيبكم على ذاك التعليق هذا هذا عنا بعض المواطنين يحس عن الناس تعاملوا بفوقي الناس اللي تقرملي المواطنين مالي أدو يفهموا زادهم مالي عندهم عندهم النسبة زين هذه النقطة كنا لنجوها المواطنين هما زاد عندهم دورهم زاد لما في الناس اللي في المجارسين هو أكثر شي يشكو من من طرب المواطنين عندما يجيهم حد ما بعد قارق رواية شنين وده هم مصنت وده يشيك توفة روايه في راسه بانو يالت وعدلوا توفة يسولي عد ما وهم لا هذا عده لي ومكا ما يشيك مبتسع لرواية ما يشيك انو يكون وحده ما يسفى بانو مقاهم الدخرة يالت وعدلها نفس الشيء وبانو ما معنانو عندو هون راس مالي عندو عندو وزاد دور في احاقت يعطي ساعد وزاد مالي بالنزاكي دي قدامو يعطي مالي يستهل من دمو يجيك واحد عندو تواقض يشيك وما بيخديك تشوفهم وهو ما يعرض فيهم شنو يدرك جاوبي انا طبيعات نجح دانو اتحد ما يعرضها وهو تواقض مجدع عندو ما بيمتمكن منهم يقولوا الهي شوف زعادة يقولوا انا اللي جاوبنا يقول هالي طلصني تماش وعلى هم اللي عمتين هم يجي حدرين يعطاولوا معلومات يعودوا ذاقوا في ذاك اللي قالوا وفلان ذاك اللي موجود داخل موجود ذاك قطعا هذا من الحالات قطعا يرجع الى المواطن يعطي ساعد فيهم لكن يرجع الواطن لي خلصوا شوي من التكوين ساعد فيهم اللي في طريق تتعامل من المواطن كيف تاك كان يعرف ذاك الزمن الناس عاد عجلانة كامدة والوقت عجي حسب وخالي قلصت الامور لايشيك حد مكتسع يقولوا ذاك التكوين وليحرك وليسيك 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 طبعا الواطن يعرف عن معاهر واقي شخراين هما زاد يعطيهم الوقت لاحظوها في الاطباب يعطيهم عادرت سواء عوضارة بعد يعطيهم عن شفاة ويتم يرجع لي تأكد منه حتى زي الباقية دقيقة لعاد اللي عندكم نقطة تختيروا وتختموا بها الموضوع هذا الموضوع مهم بارقة أهمية وبأنه نوجهتهم المؤسسات اللي ما هم موجود فيهم وبالمآهد ما اللي يعطيهم ميطوها عند اتبار وتقون الناس دي يعطي تقون الناس على الاستقبال منها مهمة من أهم شيء من هم الأداء المؤسسة يعطي فيها استقبال زين تقود الناس راضية كاملة وتزاكد من نجاح مؤسسة ومهمتها على الولي نقول ونشكركم من أنتم تكثروا شوي من إذا شكرا سيدي حمو الملايدريس رئيس المصلحة الإدارية والمالية ببلدية تفرق زينة شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة مشاهدين شكرا لكم على المتابعة لا تذهبوا بعيدا فاصل ونعود إن شاء الله